بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنبتدي الدرس الثاني الواحدة الثالثة الدرس الاول وحدة الثالثة مصر القضية الفلسطينية التاريخ الثالثة عددي في البداية في الدرس ده هو بيعرفك لفلسطين لها اهمية خاصة في قلب كل عربي اولا يا جماعة فلسطين مهمة جدا بالنسبة لان ولد فيها السيد المسيح عليه السلام سيدنا عيسى واسرة اليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبها المسجد الاقصر اللي هو اولى بكبلتين وسالث الحرمين الشريفين وفضل المسلمين والمسحيين وقليل من اليهود عايشين فيها لحد ما الحرب العالمية الاولى ابتدت وانتهت تعالوا نشوف اللي حصل عفوا بريطانيا يا جماعة ساعدت في ان هي تكون وطن قومي لليهود في فلسطين يعني كانت عايزة تماشي اليهود اللي عندها توديهم في اي مكان تاني فلقيت ان فلسطين دولة موقع متميز جدا وفي نفس الوقت دولة ضعيفة مش هتقدر تواجه بريطانيا فكررت ان هي وزير خارجية بريطانيا ان هو يصدر وعد اسمه وعد بيلفور وعد ايه؟ بيلفور ساعة 1917 الواعد ده تعهد باقامة وطن قومي لليهود في فلسطين احنا اطلقنا عليه وعد من لا يملك لمن لا يستحق من لا يملك اللي هو بيلفور ما يملكش فلسطين لمن لا يستحق لهم اليهود ما يستحقوش فلسطين تعالوا نشوف ازاي هيبتدوا ينفزوا اولا قرروا ان هما يضعوا فلسطين تحت الانتداب البريطاني يعني انتداب يا شباب انتداب بريطاني يعني شكل من اشكال الاستعمار حاجة زيها زي الاستعمار بالزبط ولكن الدولة القوية بتستعمر او بتحتل الدولة الضعيفة لحد ما تنهض بها فالمفروض معنا ان بريطانيا تنتدى بفلسطين يعني هتفضل في فلسطين لحد ما تنهض بفلسطين وبعد كده هتترك فلسطين هو ده الانتداب البريطاني طيب مين اللي وافع على الانتداب مؤتمر سان رينمو في إيطاليا المؤتمر ده أعطى حق الانتداب البريطاني على فلسطين تعال بقى نشوف إزاي إنجلترا هتنفذ وعدها أولا هي سمحت لكل اليهود اللي في العالم بالهجرة لفلسطين تاني حاجة سمحت بانتقال ملكية الأرض من إيد العرب لليهود عن طريق إشراء يعني بمعنى أصح سمحت إن اليهود يشتروا أراضي وبيوت الفلسطينيين طبعا موقف الشعب الفلسطيني من تلك الإجراءات أولا هم وكان رافضوا عمل انتفاضات حاجة زي الصورة بس أقوى من الصورة وعمل صورة سنة 1936 مهمة جدا 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 اسمها صورة 36 بكياضة اللجنة العربية بتيجي كتير يا شباب وتجيلك في اختار بكل سهولة يبقى من من مواقف الشعب الفلسطيني ضد الانتداب البريطاني إنه عمل صورة 1936 بكياضة اللجنة العربية تعالوا نشوف تقسيم فلسطين بريطانيا يا شباب لما لقيت إن المواقف ملتهب ما بين اليهود والعرب وإنهم مش عارفين يعيشوا مع بعض فعرضت بريطانيا قضية فلسطين على الأمم المتحدة سنة 47 فالأمم المتحدة يا جماعة وقفت بجانب اليهود وقامت بتقسيم فلسطين يبقى الأمم المتحدة المفروض إنها تحل الموقف ولكن هي حلت الموقف لصالح اليهود وقامت بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية دولة يهودية والقود ستبقى منطقة دولية أو إدارة دولية طبعا إحنا كعرب رفضنا تماما مشروع تقسيم فلسطين اليهود ملهمش أي حق في إنهم يأخذوا قطعة أرض في فلسطين وبريطانيا امتنعت عن التصويت وأعلنت إنها تسحب قواتها وهتنهي الانتداب البريطاني على فلسطين أما اليهود ثوفوا طبعا عن المشروع وعملوا عصابات يهودية طردت العرب من ديارهم وارتكبوا أبشع المزابح في حق الفلسطينيين مثل مسبحة دير ياسين مسبحة دي مهمة جدا يا شباب مسبحة دير ياسين يبقى تاني ما النتائج المترتبة على عرضة بريطانيا قضية فلسطين على الأمم المتحدة النتائج التي ترتبت عليها قامت الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين موقف العرب من التقسيم رفضنا موقف اليهود من التقسيم أنه هما طردوا العرب من ديارهم وارتكبوا أبشع المزابح مثل مسبحة دير ياسين أما موقف البريطانيا من التقسيم أنهما امتنعوا عن التصويت وأعلنت بريطانيا أنها تسحب كل قواتها من فلسطين ومع آخر جنز بريطاني خرج من فلسطين قامت دولة إسرائيل في 15 مايو في 15 مايو المهم يا شباب تعالوا بقى نشوف اللحظ يبقى يوم 15 مايو 48 أعلن اليهود كيوم دولتهم اللي هي إسرائيل على أرض فلسطين أول دولة في العالم اعترفت بدولة إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية ثم الاتحاد السوفيتي يبقى أول دولة اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية ثم الاتحاد إيه؟ السوفيتي تعالوا بقى نشوف الحروب العربية الإسرائيلية أول حروب هنبتديها ضد إسرائيل أولا حرب فلسطين إحنا ليه عملنا الحرب دي؟ عملناها لما تم إعلان قيام دولة إسرائيل طبعا عملناها ليه؟ علشان ننقذ الشعب الفلسطيني من بطش اليهود تعالوا نشوف في البداية يا شباب في حرب فلسطين احنا كنا منتصرين وقدرنا ان نحقق انتصارات على القوات الاسرائيلية ولكن الولايات المتحدة الامريكية عملت او قدت اكتراح لمجلس الام ان هو يوقف الحرب لمدة شهر هدنة يعني والهدنة دي امتنع فيها العرب واليهود عن جلب الاسلحة والمحاربين لفلسطين وهيكون فيه اشراف دولي على الجانبين على العرب واليهود يشوفوا عليه مشوفوا ملتزمين بالهدنة ولا لا طبعا يا شباب اليهود لم يلتزموا بالهدنة والدليل على كده الامر المتحدة سابتهم يسلحوا نفسهم باحدث الاسلحة ويزودوا عدد جنودهم وهكذا ورقبونا احنا وخلونا مش قادرين ان احنا ايه نسلح نفسنا يا شباب وبعدين يا شباب اول ما الحرب استقنفت مرة تانية ورجعت مرة تانية لقين اليهود ازهروا براعه في مدينة القطال طبعا كانت بتساعدهم الولايات المتحدة وانجلترا وابتدينا يا جماعة ان احنا نتراجع على كل الجبهات وانهزمنا فالنتيجة كانت هزيمة العرب وبكده اسرائيل استولت على فلسطين باكملها مع دا قطاع غزة دا كان تحت ادارة مصرية الضفة الغربية كان فيها كوات الاردنية والقطس كانت مقسمة بين العرب واليهود تعالوا بقى نشوف تاني حربنا مع اسرائيل العدوان السلاسي من اسمه يا شباب عدوان السلاسي يعني تلت دول اشتركوا في انه هما يحربوا مصر مين التلت دول؟ دول عندنا بريطانيا فرنسا واسرائيل اسباب العدوان السلاسي يا جماعة او كل دولة لها سبب يعني بريطانيا دخلت الحرب العدوان السلاسي بسبب تأميم مصر شركة كونتسويس فرنسا اشتركت في العدوان لان مصر ساعدت الجزائر في حركات التحررات من الجزائر ضد فرنسا لان فرنسا كانت محتلية جزائر واحنا ساعدنا الجزائر طيب اسرائيل دخلت لان مصر عقتت صفقة الاسلحة الشرقية اللي احنا اخدناها في الدرس الاوليني تاريخ عملت الصفقة زي علشان تحارب اسرائيلي يبقى انا عندي ثلاث اسباب كل دولة لها سبب بريطانيا بسبب تأميم مصر كونتسويس فرنسا لان مصر ساعدت حركات التحرر الوطني في الجزائر اسرائيل لان مصر عجدت صفقة الاسلحة لمحاربة اسرائيل العدوان ده فشل يا جماعة يعني هما ما انتصروش ثلاث دول بسبب مقاومة الشعب والجيش المصري وقوف الشعوب العربية بجانب مصر الاتحاد السوفيتي يا شباب تهدد بالتدخل وقف العدوان وكان مهم جدا وكان عندهم اصلحة قوية جدا فكانت الدول بتخاف اول مهدد انها يتدخل تراجعت انجلترا وفرنسا واسرائيل والولايات المتحدة الامريكية رفضت العدوان والامم المتحدة هي كمان رفضت العدوان علشان كده فشل فلما فشل يا جماعة الكوات الفرنسية والانجليزية انسحبوا من بورسعيد يوم 23 ديسمبر علشان كده اليوم ده احنا بنعتبر عيد النصر ببورسعيد سنويا بيحتفلوا به طب اسرائيل كانت فين اسرائيل كانت محتلية سيناء كلها وقطاع غزة فطبعا لما العدوان فشل انسحبت اسرائيل من سيناء وقطاع غزة واحنا يا جماعة ادركنا مدى خطورة اسرائيل وكررنا يا جماعة ان احنا نضع قوات طوارئ دولية على الحدود ما بيننا ما بين اسرائيل ايه قوات الطوارئ الدولية دي يا شباب مجموعة من الجنود الدوليين بيقفوا على الحدود بين اي دولتين علشان يننعوا اي دولة تحارب الدولة الاخرى وبكده العدوان السلاسي فشل تعالوا نشوف عدوان 5 يونيا 67 اسباب العدوان يا جماعة ان اسرائيل ادركت ان اكتر او اقوى دولة عربية هي مصر وبالقضاء على مصر تقدر انها تقضي على معظم او باقي الدول العربية فكانت اسرائيل لديها رغبة في القضاء على قوات مصر وكانت عايزة تستدرج مصر والدولة العربية حروب غير مستعدة لها اولا احنا اخذين في الدرس الاول ان مصر وسوريا كان فيه ما بينهما بين بعض اتفاقية اسمها الدفاع المشترك ان مصر تدافع عن سوريا ضد اي اعتداء وسوريا تدافع عن مصر ضد اي اعتداء فطبعا اسرائيل عملت اي قامت بحجد قواتها على حدود مع سوريا فبكده هي بتعلن الحرب على مين على سوريا فمصر ما سكتتش اعلنت وقفها بجانب سوريا تبقى لاتفاقية الدفاع المشترك وطلبت مصر من قوات التوارئ الدولية اللي هي وقفة على الحدود بينها وبين اسرائيل انها تنسحب واغلقت مصر خليج العقبة في وجه الملاحة الاسرائيلية لحصار اسرائيل اقتصادية فطبعا الامم المتحدة يا جماعة لما لقيت الموقف ملتهب كده ما بين مصر واسرائيل جمعتهم فاسرائيل قالت ان ما عندهاش نيل الحرب ومصر كمان قالت ان ما عندهاش نيل الحرب ولكن في صباح 5 يوني 67 اسرائيل قامت بغارات مفاجئة على المطارات المصرية وبدأت احداث الحرب ساعتها دمرت السلاح الجوي المصري بالكامل يعتبر فبالتالي الجنود اللي هم على البر ما كانش فيه اي غطاء جوي يحميهم فكان سهل جدا ان اسرائيل تقدر تصطاد جنودنا اللي على البر بكل سهولة بطيارتهم فطبعا اتهزمنا جدا في الحرب 67 واحتلت اسرائيل سينة باكملها حتى وصلت للضفة الشرقية لقناة السويس واحتلت هضبة الجولان في سوريا واحتلت فلسطين كلها 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 على بعضها خلاص اسباب الهزيمة طبعا ان هم عملو لنا حرب مفاجأة دمرو لنا الصلاح الجوي بتاعنا طب واحد يسألني كده يا مسئاية المواقع المطارات المصرية والمطارات الحربية بتبقى مواقع سرية هم عرفوها منين هقول لكم ان الولايات المتحدة الأمريكية صورت المواقع المصرية بأجهزة تجسس أمريكية وبعتت مواقع الطيارات أو المطارات لإسرائيل فكان سهل على إسرائيل جدا ان هي تدمر المطارات بتاعتنا بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا احنا ما كناش مستعدين للحرب فان هزمنا في عدوان 67 يبقى أسباب الهزيمة إسرائيل كانت متفاوقة عملو لنا حرب مفاجأة دمروا المطارات المصرية بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن اللي هو أحد أجهزة الأمم المتحدة قرر ان هو يتدخل فأصدر قرار رقم 242 مهم جدا 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 قرار ده بينص على انهاء حالة الحرب بالمصر وإسرائيل يا جماع قرار مجلس الأمن رقم 242 يعني القرار ده تم إحداثه بعد أدوان إسرائيل 5 يوني 67 يعني وضعوه بعد أدوان 5 يوني بينص على أن الحرب تقف بالمصر وإسرائيل وأن إسرائيل تنسحب من كل الأراضي اللي احتلتها في 67 وأن كل دولة تحترم الدولة الأخرى وحرية الملاحة في الممرات الدولية يعني خليج العقبة لمصر كتأفلا في وجه إسرائيل نفتحه وإنشاء مناطق منزوعة السلاح ما بين مصر وإسرائيل يعني مناطق فيها الجنود معهمش أسلحة لأن المناطق دي فيها مدنيين فيها ناس سكان عايشين فيها ما ينفعش الجنود يبقى معهم أسلحة علشان خاطر السكان طبعا إحنا قبلنا قرار مجلس الأمن إسرائيل رفضته وبشدة ولم تنسحب من الأراضي اللي احتلتها طب الأمم المتحدة عملت حاجة لإسرائيل ولا عملت أي حاجة لإسرائيل فإحنا بقى هنبتدي نواجه إسرائيل اللي هي قاعدة على أرضنا ونعيد بناء كوات المسلحة اللي اتدمرت في 5 يونيو 67 أولا إعادة بناء كوات المسلحة مرت بمرحلتين المرحلة الأولى دي كانت مرحلة السمود والتصدي في المرحلة دي هنبتدي نتصدى للإسرائيليين فتصدنا لهم في معركة رأس العش لما إسرائيل كانت بتحاول تحتلب مدينة بور فؤاد لكن قدرنا ننتصر عليه وتصدنا لما ضمرنا لهم المدمرة الإسرائيلية إيلات بالسواريخ المصري مدمرة إسرائيلية إيلات دي يا جماعة كان مدمرة كبيرة بتحتوي على أسلحة ودبابات وجنود إسرائيليين إحنا قدرنا إن إحنا ندمر جزء من المدمرة دي بالسواريخ المصري يبقى في مرحلة السمود والتصدي تصدنا لهم في معركة رأس العش وما نعناهم من احتلال مدينة بور فؤاد ودمرنا لهم المدمرة الإسرائيلية إيلات في المرحلة الثانية لها مرحلة حرب الاستنزاف وفي المرحلة دي إحنا عملنا حاقت سواريخ على الضفة الغربية لقناة السويس علشان نمنع اختراق طائرات إسرائيل للأجواء المصرية وبتدينا نقصف خط بارليف اللي هندرسه بالتفصيل في درس حرب اكتوبر الدرس الجاي خط بارليف ده كمساتر ترابي مانيع جدا بطول الدفة قناة السويس كان معمول عشان يمنع المصريين إن هم يعبروا ويقدروا يوصلوا لسينة لكن انتوا هتعرفوا إزاي احنا اخترقنا الخط ده في حرب 6 اكتوبر في 6 ساعات بس وقدرنا إن احنا ندخل سينة طبعا يا جماعة في حرب الاستنزاف اللي استمرت سنة من 1969 ل1970 وسبعين إسرائيل ابتدت تخسر خسائر كتير فوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية قدم مبادرة اسمها مبادرة روجرز على اسمه لوقف اطلاق النار ما بين مصر وإسرائيل لأنه شاف إسرائيل عملة تخسر كتير في حرب الاستنزاف ومش ملحقة على المصريين بيعملوه فقام بتقديم مبادرة روجرز لوقف اطلاق النار بالمصر وإسرائيل مهمة جدا 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 المبادرة دي طيب أشهر شهداء حرب الاستنزاف يا جماعة الشهيد عبد المنعم رياض ده كان رئيس أرقان حرب قوات المسلحة كانت إسرائيل عايزة تقتله بأي طريقة لأنه كان أحد الأعمدة اللي اعتمد عليها جمال عبد الناصر في حرب الاستنزاف وكان شخصية مهمة جدا وهو اللي أعاد تنظيم بناء قوات المسلحة ولكن استشهد غدر على يد إسرائيل وفي نفس العام توفي الرئيس جمال عبد الناصر بعد مرحلة طويلة من الكفاح لتحقيق حلم الاستقلال وجي بعد ذي الرئيس محمد أنور السادات اللي هيعملك مرحلة جديدة لموجهة إسرائيل وهنبتديها بحرب اكتوبر بإذن الله بعض الأسئلة نحلها مع بعض أصدرت نقطة وعد بيلفور طبعا بريطانيا هي أكتر حد دولة كتوقفها مع إسرائيل في البداية ثم الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت نقطة قرارها بتقسيم فلسطين طبعا الأمم المتحدة تم وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني السنين مش عليك حفظ ارتكب اليهود مسبحة دير ياسين تم تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات بالسواريخ المصرية تسمى المرحلة الأولى من قاعدة بناء الكوات المسلحة باسم مرحلة الصمود والتصدي طبعا التانية باسم مرحلة الاستنزاف تم وضع غزة تحت إدارة مصرية بعد حرب 48 الدول المشتركة في العدوان السلسي هي مصر وفرنسا وإسرائيل أرجو منك أنك تذاكر الدرس كويس قوي هو درس طويل شوية بس من أهم دروس المنهج ودرس ممتع وشايق فأتمنى منك أنك تذاكر كويس وربنا يوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته